بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك عزيز الطالب في المحاضرة الثالثة من الوحدة السابعة ونبدأها بالحديث عن موضوع الأداء والإعادة والقضاء وقبل الحديث عن هذه الأقسام نحتاج إلى ذكر تمهيد نبين فيه أن العبادة إما أن يكون لها وقت معين من قبل الشارع أو لا يكون لها وقت معين فالعبادة التي لم يعين الشارع لها وقتا فإنها لا توصف بالأداء ولا بالقضاء حتى لو كان لها سبب مثل إنقاذ الغريق إذا وجد وإنكار المنكر إذا ظهر والجهاد إذا تحرك العدو والعبادة التي عين الشارع لها وقتا فإنها توصف بالأداء أو الإعادة أو القضاء سواء كان وقتها مضيقا كصوم رمضان أو موسعا محدودا بوقت كالصلوات الخمس أو غير محدود كالحج فإن وقته العمر إذا فعله في أي عام كان أداء نبدأ الآن بالحديث عن الأداء فنقول إن الأداء معناه فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا ومثاله فعل صلاة المغرب بين غروب الشمس وغروب الشفق وفعل صلاة الفجر بين طلوع الفجر وطلوع الشمس لكن لو فعل بعض العبادة في الوقت وأكمل العبادة خارج الوقت فإنها تكون أداء أيضا بشرط أن يدرك ركعة من الصلاة في الوقت وقال الحنفية وكثير من الحنابلة إذا أدرك تكبيرة الإحرام فقط في الوقت وأكمل الصلاة خارج الوقت فإن الصلاة تكون أداء أيضا القسم الثاني الإعادة والإعادة هي فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا إذا سبقت بإتيان مشتمل على نوع من الخلل سواء كان الخلل في الإجزاء أو في الكمال ومثال الخلل في الإجزاء من صلى صلاة اختل منها شرط أو ركن ثم صلى مرة ثانية في الوقت صلاة مكتملة الأركان والشروط فإن الصلاة الثانية تسمى إعادة ومثال الخلل في الكمال من صلى الصلاة منفردا ثم أداها في جماعة في الوقت فإنها تسمى إعادة أيضا القسم الثالث القضاء والقضاء هو فعل العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعا سواء كان فواتها لعذر أو لغير عذر مثال الأول وهو أن يكون الفوات لعذر الحائض يفوتها الصوم في رمضان فتصوم بعده ومعلوم أن الحيض مانع من موانع الصوم قالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك أي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ومثال الثاني وهو فوات العبادة لغير عذر من ترك العبادة عمدا حتى خرج وقتها ثم فعلها بعد الوقت فإن ذلك يسمى قضاء ومعلوم أن القضاء يطلق في الشرع على الأداء كقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وقوله سبحانه فإذا قضيتم مناسككم فإن المراد بالقضاء هنا الأداء وذهب بعض العلماء إلى أن ما فات لعذر لا يسمى فعله خارج الوقت قضاء لكن الصحيح الأول وهو أن ذلك يسمى قضاء أيضا والدليل على ذلك أن الحائض والمريض والمسافر إذا صاموا بعد زوال عذرهم تجب عليهم نية القضاء بالإجماع ولولا أن ذلك الفعل منهم قضاء لما جاز لهم أن ينو القضاء فيه وأيضا لقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فعائشة رضي الله عنها سمت ذلك قضاءا وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميه قضاءا ويأمر به معنا الآن موضوع العزيمة والرخصة والعزيمة والرخصة قسمان من أقسام متعلقات الحكم الوضعي عند بعض العلماء وعند بعض آخر هما قسمان للحكم التكليفي باعتبار كونه على وفق الدليل أو على خلافه وقد عرفت أن هذا خلاف لفظي اصطلاحي لا يترتب عليه أثر ولا تظهر له ثمرة ونبدأ أولا بالحديث عن العزيمة فنقول معنى العزيمة في اللغة القصد المؤكد وفي الاصطلاح الحكم الثابت على وفق الدليل أو على خلاف الدليل لغير عذر فالعزيمة تشمل شيئين الأول ما ثبت على وفق الدليل والثاني ما ثبت على خلاف الدليل لغير عذر مثال ما ثبت على وفق الدليل إباحة الأكل والشرب ومثال ما ثبت على خلاف الدليل لغير عذر سائر التكاليف الشرعية والعزيمة تنقسم إلى خمسة أقسام القسم الأول الإيجاب كالصيام والحج وغيرهما القسم الثاني الندب مثل صلاة ركعتين بعد المغرب وكذلك سائر النوافل فإنها تسمى عزيمة مع كونها مندوبة القسم الثالث التحريم كتحريم السرقة والزنا وأكل أموال الناس بالباطل وقتل النفس بغير حق ونحو ذلك فهذه كلها عزائم وحكمها التحريم القسم الرابع الكراهة كالصلاة في مرابض الإبل عند من قال بكراهة الصلاة في مرابض الإبل خلافا لمن قال بتحريمها القسم الخامس الإباحة كإباحة الأكل والشرب وغيرهما فإن هذه كلها تسمى عزائم وأما الرخصة فمعناها في اللغة التيسير والتسهيل ومعناها في الاصطلاح الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر والمراد من العذر ما تتحقق معه مشروعية الحكم مثل المشقة والحاجة والضرورة ونحو ذلك ومثال الرخصة أكل الميتة للمضطر وقصر الصلاة الرباعية في السفر أما أقسام الرخصة فإنها تنقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول الإيجاب فيمكن أن تكون الرخصة واجبة مثل ماذا نقول مثل وجوب أكل الميتة للمضطر وذلك ثابت بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا مع قوله سبحانه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه على خلاف قوله تعالى حرمت عليكم الميتة القسم الثاني من أقسام الرخصة الندب ومثاله قصر الصلاة الرباعية في السفر وذلك ثابت بقوله عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته على خلاف الدليل الموجب للإتمام وهو فعله عليه الصلاة والسلام حيث كان يصلي الصلاة تامة مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي وهذا الفعل وذلك القول مبين لعدد الركعات المطلوبة في قوله تعالى أقيم الصلاة القسم الثالث الإباحة ومثال الإباحة إباحة السلم الثابتة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم على خلاف الدليل الدال على حرمة بيع المعدوم للحاجة إلى هذا النوع من المعاملة القسم الرابع خلاف الأولى مثل الفطر في نهار رمضان للمسافر إذا كان لا يلحقه في سفره تعب ولا مشقة وهذا مشروع بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر على خلاف قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وإنما كان على خلاف الأولى لقوله سبحانه وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون بذلك عزيز الطالب نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى وفضله وتوفيقه من مقرر أصول الفقه ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر